اشتركوا في القناة بما انه كنت مسافرة نحكي عن هيدا الموضوع بحد ذاته جسمنا لما نظهر برات البلد بيتغير اوقات اذا رحنا خمسة ايام اوقات اذا طولنا بصير يمكن ناس تعمل كونسيباسيون ناس غير قدي هيدا الموضوع مهم وقدي ممكن الواحد ينصح يضعف هلأ احنا منقول لانه يمكن عام نجزدر مشان هيك الواحد بيزيد كم كيلو بس اذا راح عايش بره شو بيتغير عليه بشكل عام هلأ الواحد اول ما بدي ينقول اول شي هي في عندك نوعين من السفر انا بعتبره اول نوع السفر هو عن جد الفاكيشن اللي بتكون هي من مدة ثلاثة يام لخمسة يام ماكسيموم بعدين عندك الواحد عم بينقول من محلة تاني يعني خلاص بدي ينقول يا يشونيك اول شي الواحد بيحب يعطي لنفسه هو اكسكيوز دايما الواحد بيحب يعطي اكسكيوز لحاله ما انا هلأ اون فيكيشن انا مثلا هلأ خلاص انه عم بنقول عم بتغير عليه نمط حياتي من رياضتي من اكلي من الاكل يلي موجود بالبلد بهيدا البلد بيكون غير من نومتي من شغلي فدايما الواحد بيحب يعطي حاله اكسكيوز ليصير هو مهد عن حاله بصير يفوت برجع بالهابتس المش صحية اللي هو كان فيها هلا اذا هو كان الواحد رايحة فيكيشن من ثلاثة لخمسة يام كتير شي طبيعي اكيد ما كون عم بتوقع من هيدا الشخص ما يكون عم بياكل من كل شي هو بيستحليه وكتير شي كتير طبيعي هيدا شي معنه غلط بس ما يكون عم بياكل الكميات اللي كبيرة يعني انا كتير عمام مثلا اللي بيكونوا مثلا على الترويئة اذا كانوا راحين مثلا باوتل على الترويئة الاوتل بصير بيشوف لك كل شي بدي ياكل من كل شي بصير ياكل بالكميات اللي كبيرة هيدا الشي لما الواحد ياكل اكتر من طاقته انت مش عم بتفيت حالك لانه انت عم بتضر نفسك لبعدين انه هو الوازن ما دغري بيطلع دغري بيطلع على الميزان بلاس المعدة هي مصل فانتو هالتلات خمسة يامين كتكونوا عم تقزوا حالكم بتوسعوا معدتكم انتو ما تكونوا حاسين فيها فالواحد يكون عم بيأكل من الكميات الصغيرة بس بنفس الوقت مش انه هو يأكل كمية اكبر من ما هو محتاج ما يحرم حاله ما يحرم حاله اكيد لانه بنهي هيدا السفر وهيدا فاكيشن بس اللي فيه يعمله مثلا هو بالليل ما يكون عم بكتري كتير اكل او فيه يعمل الانترميتنت فاستين السيام المتقطعي اللي هو اكتر شي معروف هو هذا شي انا بحسه اكتر شي بيمشي بالسفر ما يكون واحد عم بيدله يحس حاله عم بيحط ريسك ع حاله انه هو يزيد وزنه هلا رياضة مش هقول للواحد مثلا روح يعمل رياضة بالفاكيشن اكيد بس انه يجولي اذا كان فيه يمشي ما ناخد تاكسيات وناخد كل شي وهيك لا فيه احلى ان واحد يتمتع بالبلد او بالسياحة اللي هو فيها اللي يدله يحس حركته بتكون عالية بس الواحد يرجع لحياته الطبيعية بيرجع لحياته اللي هو كان فيها لانه النمط للحياة الصحية مش ياخدها كسرة هو ثلاثة خمسة يوم يتعود عليها ويرجع لان الواحد بدي ينقل على حياته ينقل عباته جديد دايما بتسمع العالم نقلت عبلد وانصحت مش اقل من عشرة كيلو عن جد كل العالم اللي بينقلوا عبلد بلولك انا ما عم بقدر اطبخ هيدا ما عم بقدر اكسكيوز مضاقه حدا يعطي حاله اكسكيوز انه انا ما عم بقدر اعمل لانه انت شو ما بتسمع نفسك شو ما عقلك بيحفظها وبالطبقيها فالواحد هو لازم يسمى على نفسه قصص ليصدقها ويطبقها بحياته يعني نقلنا على بلد جديد ما بيأثر اذا كان شوية مكركة باللايفستال طبعنا بس مش لدرجة نفلط بموضوع الفاست فود نقدر اوكي ما قادرين نطبخ منجيب اكل من برية بس تكون اكل صحي مش كل شي ما قالي مش نكون عم ناكل مثلا بالليل كتير مأخر لانه انت بتعرف العالم اغلبية الناس بيقولولك اللي بيكون عنده زيادة وازن ما بيشكولك من اكل الصبح وليك نحنا ما عم ناكل الصبح ولا عم ناكل عاشية بس بيجي بالليل ومنطلب ومنكون كتير جعانين فعم ناكل كتير بكمية كبيرة هيدا هو كتير غلط وخصصنا معين قلو بيشيلوا الرياضة من حياتهم لي يستقروا طبع الاستقرار بده وقت فما بدنا هيدا الاستقرار يكون انه فترة كتير صعبة يعني انا متلح عن خبريك شغالي انا خلقاني بالرياض وعايشي هونيك 14 سنة فالسعودية بلد التاني فانا لما رجعت عالسعودية وانا سلي فترة ماني رايح بلما رجعت عالسعودية كمان كل شي تغير بس ما خليت ما عطت حالي إكسكيوز انه انا لانه خلاص عم بنقل عبل ده وانا هلأ ببلد سلي فترة خلاص فينا اكل من كل شي وايك لما الوحد يزيد وزنه لانه زيدة الوزن بتأثر عن نفسية وانت تأثر عن نفسيتك ما حتكون بقى مرتاح بالبلد يلي انت فيه فهيدا الشي كتير انا هوني لايان فكرة كمانا في كتير اشخاص بيكونوا مبلشين الدايت مثلا وبيفكسوا انه ولو مسافر وكمانا بيفكسوا لانه مثلا بطلت الدايتشن استعم تقدر اتبعني كل هيدا الامور وكمانا بيروحوا على لايفستايل تاني قدي هون فشل عدد كبير من الدايتس ممكن يوصلنا كمان انه خلاص منعود حتى نوسق بحالنا انه ممكن انا اذا ضعف تحافز على الضعف واكيد رح حرد الكيلوز يلي انا خسرتون انا كدايتشن كتير بهمني لما يجي لعندي حدا على الكينيك ما بس اعطي ورقة وقال له روح اتبعه انا بهمني اعرف شو العادات السيئة تعيته وغير له اياها انا بلش ب لنقول اعطيتني عادة سيئة انت واحدة بس غيريها وصدقيني بتشوفي وزنك عم بينزل يعني بس عادة واحدة يعني فيه ناس عندهم عادات سيئة بس بيشربوا كتير عصائر او بيشربوا كتير السوداز اللي فيها سكر انا بس بقول له ان شغلي واحدة بس بدي منكم ان شغلي شيلوا هيدا شي من حياتكن لو بتشوفي قدير بينزلوا بالوزن يعني بس لو بتغيري نمط واحد سيئة او عادي سيئة بحياتك بالاكل كتير بتغير الوزن لانه بالنهاية انت ما بتعرف السعرات الحرارية اللي بتكون موجودة بهيدا الاكل او بهيدا المشروب اللي انتو عم تستهلكوها اكتر من طاقتكن لانه هن معودين عليها ما هي متل ما نقول عادة هي كل شي عادة بتتعود عليها فاللي عم بصير بالفشل تبع الرجيم لما بواحد يروح عن اخسائية تغذية احيانا بتتبع الرجيم بس ما عم بيعرف هو كيف بيغير نمط حياته اوقات ما بعرف انه عم بعمل شي غلط يعني بدي خبرك نهاري بدي خبرك شو بيكل في كتير بيقولولك انا بيكل بذر مثلا ما بيكونوا مخبرينك ما بيكون ابدا عارفين انه هيدا سبب ميمي ما بيحسبوها مثلا هيدا كالوريز مع ان البذر اول شي هو كله فات دهون وغير هيك ملح على الحل حتى لا بقولولي انه منهم ملح عاربتي بصير وانه منهم ملح انه يلا كيس بذر صغير يلا على الهيدا الصبح كيسي الظهر كيسي بالليل كيسي هو اللي صاروه 600-700 كالوري وانه مش حاسين فيهم بس لما يشيلوا هيدا البذر من حياتهم بيشوفوا المفعول بيشوفوا الفريق يكونوا مش قايدين لك اوقات ميمي فانه عشان هيك دايما بيقولهم انا قبل ما شوف الفحص قديهني بيحرقوا انا مهم عندي اعرف اني كيف بيكلوا بيقولهم بليز ما تقفولي ولا تفصيلي من حياتكم وحتى بس اعطيهم او قلهم يغيروا النمط حياتهم بقلهم بدي يكون تقايدولي كيف عم تاكلوا فيه شي اسمه food diary نحن احنا احيانا مني وعلي في كتير من الايام كنا عم بيكل شي ما بنسيها مثلا هيدا حبة الشوكولات الصغيرة اللي بتكون غطا اللي بتاكليها وخلاص بتمشي بس لما تقلبيهم كنا عنديك food diary بترجع باخر الليل بتشوفوا والله انا اكلت كتير خصوصا الامهات اللي عندوني ولاد بيقول لك انا ما بيكل انا والله ما بيكل بس وزني عم بزيد كيف طيب ما انسي بكوني ساندوش بنتيك مثلا اكلتيا يلا ريحتي هيدا الباقي هيدا الشي لازم نايد كل شي لازم نايد انت بتعرفي وين الهيدن كالوريز يلي بتكون اوقات باشية كتير نحنا منفكرها سخيفة مبعف يمكن بيكل انا على اساس صحة افوكا مثلا تلاتة افوكا انه انا عم بيكل صحة ولا وانه انت قلتي لك افوكا بس مش تلاتة الكمية هي بتفرق مش بس الكواليتي تبع الاكل هي الكمية كتير بتفرق لانه بالنهية مثلا في حدا سألني مرة سؤال انه سؤال قالت لي انه تب السمك كتير صحة يعني اذا اكلت سمك مقلي it's fine عرفت بس انا قلت لها انه no it's not fine يعني بالنهية السمك ممقلي يعني هيدا انت عم بتدخلي له سعرات حريوة عم بتحول السمك وسحوة بروتيين وسحوة كتير صحة بس عم بتحولي له طريقة كتير يعني غير مناصحية يعني مثلا فيه بيكتدخلي بالانواع الطبخ اللي نحنا عم نكون عم ناكلها بالبيت يعني كمان الكميات اللي نحنا عم ناخدها مثلا فيه كتير ناس ما بيعرفوا الملأة الكبيرة اللي نحنا عم نستعملها مثلا بالطبخ هي ثلاث معالق صغر مش معالقتين صغر فعلما الام او شيء او حدا بدي يطبخ وبيعد بيضلق لك الزيت هيك عارضي ما بيحسبون فهو ما في الواحد بس يستهتر بالالأسس اللي هو عم بيعمله فالفشل اللي بيصير بالرجيم الناس بيطبعوا هيد الورقة وبيوصلوا له هدفهم وبيرجع لما يوصلوا له هدفهم بيرجع بصير معهم شوية خربطات ما بيرجعوا مثلا بروحوا على إخسائي التغذي وهيك ما بيعرفوا كيف ناسوا يرجعوا أمورهم لأنهم ما بيعرفوا وين الغلط المزبوط بيرجعوا ليجوا يعملوا هالورقة ما بيقدروا فهي أول شيء بتبلش بالإرادة إرادة النفس ما تقولي لي أنا بقول قد ما كنت تضايتشون شاطرة بليز إذا الشخص هيدا ما حتت براسه وبدو يضعفه ما عنده إرادة صدقيني لو بديك أنت تحطيله الأكل بوجه ما حيضعف لأنه هو حتت براسه ما بده فأول شيء الواحد يحط براسه هاي إرادة تاني الشغلة بدي يكون عم بيعرف أنه ما يكون عم بيعمل هيدا الرجيم يكون سترس لو إذا أنت عم تعمل سترس في حالك الكورتزول بجسمك حياله ما هيخليك بقى تضعفه بس دي ما عن الرجيم سترس لا أنت لايفستايل بزيت الوقت أدي أنا قدر أغير الليفستايل طبعولي بطريقة الأكل أغرب من كل شيء ممكن أرجع له يعني هو يعني وقفته على فترة معي يعني بس حتى أضعف يعني كمان قديمهم الكمبينيشن بين الدايت فود يلي عم تعطيه أو كمان الدايت ليفستايل واللايفستايل كمان بحادثته يلي لازم غيره ما هو بس أنت بديك تعطي دايت بديك تعمل الاساسمنت لحياته للشخص كيف بيقضي وقته بينام ما بينام الاسترس لفل شو الأوضاع اللي عم تصير فعشان هيك أنا أحيانا كمان أنا عادة بقوله ما فيه يكون الدايت سترسي عليك فعنا ما فيه ما فيه يجي مثلا أنت تكوني مثلا أنه عندك أكل بالبيت ما فيه يقولك لا بدك تعملي طبختك لحالك ما هيدا بتعملي سترس لحالك كوني كله أنا عم بيأكل من نفس الأكل وأنت عم تكل لحالك هذا الحالك تحسي حالك منزوية لحالك فما بتكوني مبسوطة أنا كده نهار برات البيت مثلا وما أخد معي أكل أو أكل بره سترسي الحياة تبعي ده الشخص وكلا عبسال تبعه وبالطبقيل وانت شو هو بيقدر بس على الكميات اللي هو بيلتزم فيها فلنقول أنه واحد بيقولك أنا مثلا الرز وكلهم في ناس كلهم بيخافوا من الرز وبيخافوا من النشويات بيقولك نشويات وهيدا بأكتر واحد بينصر وصور يقطعوا لك النشويات قطعوا النشويات ضعفوا بس يدخلوا كمية صغيرة منها انسي رجعوا عليهم لأنه نشويات هو عبارة عن هو مثل البنزين للسيارة ما تقولولي بس الكمية المحدودة لنا مش أنه نحن نأكل مثلا نحن بالأكل العربي نكون حدثين يخنة ورز وبطاطا وخبزة عجنب ما هذا غلط نأخذ نوع واحد من النشويات من الغداء أو ترويق أو عشاء حتى على العشاء إذا كان في نشويات إتس فاين إذا واحد عم بيعمل شوكولات بنهار is ok ما يعملوا لأكل عقدي يعني ما يحسوا حالهم أنه هني هلأ بدون يحلموا حالهم الحرمين غلط يحسوا حالهم أنه هيدا الشي هيقديلهم لمشاكل نو أنت عم تعمل هيدا الشي لتحسني من حالك صحفة إذا أنا بدي أعمل جيم لحسن من حالي لأنا بدي حسنك كسترس مش أنه أنا بقطع 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 بالنهاية بشوف حالي أنه ما عم بيكل شي وهذا بيعمل لي زداد فعشان هيك بقليك النمط الحقيقة هو كمان الغير اللي كتير بيأثر فيه هو السبار ليه السبار كتير مهم لأنه السبار غير إنه هو بدعف it's an anti stress قد ما عملت رياضة قد ما تحسي حالك فشيت خليك حتى لو ما بيكون إليك خلق ok صدقيني بس تطلع ع هيدا تريد ميل أو على اللابتكل أو شو ما بتحبو تعملوا إن شاء الله يوغا إن شاء الله رأس إن شاء الله بدهم ينطفوا بالبيت حيالها شي رياضة اللي بيحرك الجنس صدقوني بيعمل ردة فعل كتير إيجابية عالشخص لأنه بنهيل واحد كلما يقاضي على الكرسي ويعاد يفكر بينه وبين حاله ويعاد يعمل overthinking ما حيوصل لهم حال تبتي في الواحد ممكن يغير اللايشستيل طبعه بأنه يدخل الرياضة لا حياته ودايما بيكون بأنه بفكرة إنه أنا حابب أعمل رياضة رح جري بلا بلا بصل إلى مطرح قاعدة بس عم تفكري بالموضوع بس مش عم بتميرسي للموضوع أول شي بدك تعفق أنت شو بتحبي وما في حدا ما بيحب نوعا ما من أنواع الرياضة فهيدا النوع الرياضة إذا أنت ما صح حالك تروحي تعملي سبار مثلا برا مش معناتها أنت ما فيك تعملي بالبيت صاري عنا يوتيوب يلي موجودة لكل أنواع الرياضة بس أهم شي أكيد ما تعملوا حركة ما تكونوا مأكدين منها لما يأذوا حالهم هذا دايما أنا بقولها فأنواع الرياضة لنقول إذا هو فيه شيء اسمه يعني يعمل أساس على اليوتيوب يبلش بالبيت مثلا بيحب يمشي برا المشي برا أنا ليه بحبه لأنه بنهي أنت لما تمشي برا كوني عم بتشمي هو نضيف خاصة إذا ما حدا كوني عندي هلا sometimes ممكن ما عندهم حدا بس أكيد it's a very good motive الواحد يكون عنده حدا جنبه يعني إن كان شخص أو شخصين وفيك تشوفي أحيانا عالم عدد من الأشخاص بروحوا خمسة ستة بروحوا بيمشوا برا في ناس حتى بالجيم بيعملوا مع بعض الكلاسز قدير بتشجع بس sometimes قد ما كان عندك من حواليك إذا أنت بينك وبن نفسك ما أخذت هيدا القرار ما حد تقدري سو لازم الواحد يفكر من هون ويبلش مش إنه بس يفكر 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 لأنه بنهي ببلش القرار عند الشخص ورياضة بنهي يمكن أول ديئة هي صعبة بس بعدين تتعودوا تسلوا ما بيحبوا يمشوا عادتوا بيحطوا حد قدامهم مسلسل عنجا دياما أنا مثلا كنا عمشت حالي عرياضة بحط قدامهم مسلسل بحب أحضره بسمع موسيقى بحبه بعتبر حالي هيدا الساعة اللي أنا قاعد فيها على الكرسي عم بحضر مسلسل تم قومه حضروا هيدا المسلسل فيه الواحد يمشي بالبيت مثلا بكون عم بفيت حاله بطريقة معينة إذا عم يحضر مسلسله مثلا أو يسمع الميوزيك إكزاكتي فيه يمشي بالبيت إذا ما عنده تردمل إكزاكتي إذا ما عنده تردمل فيه يمشي بالبيت فيه يعمل ساعته أنا بشجع أحيانا المشي بالبيت ما كتبتحسي حالك عملت رياضة ساعته هون بينقل من يا بيمشي بره يا ساعته بيحط شي على اليوتيوب شيء كارديو شيء يقدر يعمل كارديو كلاس ويقدر يحطي ميوزيك لأنه الميوزيك لما تسمع ميوزيك بتشجع عنجاد بتحس الانيرجي لفل عم تطلع عندك مخيفة فالواحد هو بدي يبلش من يعني هو بده بيحطه بعقله كله بيمشي الحال so it's very important لواحد يبلش من نفسه وقدي هيك step by step الواحد يمكن أوقات بتقوله مثلا بلش ب 15 منتس برجي بقوله نش رح يعملولي 15 منتس بس إذا أنا عملتها لمدة أسبوع وتاني أسبوع 30 منتس وتعوتت على الفكرة قدي كمانا هيك gradually أنه أطلع بشي أنه يمكن بالأول يكون سخيف مش عم بيأسر ع حياتي بس رح ييأسر ع حياتي وقديك كإنفلونسور كمان بتنصح بها الشي لا أكيد كل شي gradually أنا بنصح فيه لأنه بالنهاية الواحد أحيانا بس أتبال شي بعادة البنية ما بتتعمر طبق لازق دغريب فنفس الشي رجب أن يخذ على شخصه بيحيال لشي الرياضة يجي لي ربع ساعة يمكن في ناس بقول لك لا يا بعمل نص ساعة يا بعمل إنه ما بعمل الشي لا ساعتها بقول لهم أنا عمله لما تلا نص ساعة بس ثلاثيين بالجمع يوم أي يوم لا بلش واحد يوم أي يوم لا أدمى فيه حتى يمكن ما بحط اللي وقت هو شو بيرتاح مع نفسه لهم أحيان لما تحط وقت للشخص بصير يلعب شغلي برئاسه قل لي له أنت كب المسئولية عليه أنا بقلك انسي هلأ طلعي انسي زالك زمان منك عملي رياضة طلعي عالتور وعملي قد ما بديك إن شاء الله يمكن هو قد ما تشجع هاي دي الخمس دقائق اللي أخدته كتير تعزف فيها يمكن يتشجع يعملك ساعة فما بدي حدده خليه هو يشوف هو سقفة ساعة بدي يعمل يمكن يعملك 30 من يمكن يعملك 45 يمكن يعملك 15 أنا ما بحدد هو بيحدد طاقت وأكيد بعطي موتف وساعته بقله بلش يوم أي يوم لا وبالنهاية أزلانك إذا عالقليل الشخص عم بيعمل يعني تقريبا نكون صحيين 2 and a half hours بالأسبوع which is nothing بس إذا في ناس بيطلعوا كل يعني خمس مرات بالجمعة الساعة it's perfect عرفت وإذا الشي الواحد ساعتا بيتغير بدي بلش يشج جسمه ساعتا بلش يضعف وكتير في ناس عفكرة بيخافوا من الرياضة بفكروا ما بيضعفوا نو تضعفوا أنتو عم تعملوا الرياضة بس أهم شي نتبهوا لأكل والنوع الرياضة اللي عم تعملوها مش تكونوا عم نحمل أوزين لأن كتير في ناس بيحملوا أوزين بروحوا على البيت وبيكلوا كتير ناشوية هاي دي نونو هاي دي أكيد لا أهم شي الواحد يكون عم بيكل بروتيين كمية فات الصحية صغيرة لنفسه هيك ما بيحس العادة اللي بتنفخ مثل ما البنات كلهم بيخافوا ما حينفخ بيشد بس أهم شي أكلكون يكون كتير نضيف وفكرة أوقات الواحد يضعف ويبلش يرجع خاصة بهذا الطقس في كتير ناس عم ترجع على ترد كيلو ييتا ويتركوا حالهم يعني قدي الواحد هيكي هاي دي اللي انه بليز ويكوب يعني وقفوا قدي هاي دي نقطة الوقف وليزي نكون هاي العالمي بياخدوا بريك بتجي الشاتوية بقول لك خاي بلشت البريك صار بلشنا بالهوديز اللي ما لابس الواسعة هديك المري على الإنستا والله كتب بعدني عم بقول حاتيت ستوري كتب عم بعم رياضة قلت لهم بذكركم بشغلة سامر باديز are made in winter السامكن اللي انتو بتتمنوا أو بتحبوا وتوصلوا لها بتشتغلوا عليها من الشاتوية مش قبل بشهر بتصيروا بتكون الرجيم السهل وبتكون تروحوا تهلكوا حالكم تصيروا تطعونوا ثلاث ساعات رياضة بنهار لا take it easy everything بياخد وقته بيضاين أكتر تتعودوا على نمط هاي دي الحياة انو تي كتير من الناس مثلا ها أتيك example بقول لك أنا ما بقدر اقتع الشوكولور بيأكلوا لوح بقول لهم ساعاته هون بيمشوا معهم اللي جواجول بيأكلوا بيأكلوا لوح كلوا ثلاثة ربع من ثلاثة ربع لنوس مثل كأنه حيالها شي بديك تقتعي من حياتك بس تقتعي شوي شوي بتحس انو منك بقى معلقة فيه بس بنفس الوقت بديك تحطي براسك مش عم تقتعي لسبب انو ممنوع محرومي منه لانو انت بديك تغيري نمط حياتك لتحسني من نفسيتك لانو بنهي لما تكون انت راضي عن نفسك كل شي بحياتك بيمشي حال اهيان وانا اهمة شي عندي انا ما عندي شي اسمه جسم مثالي او الشخص يجب يكون مثالي انا اهمة شي الواحد يكون عندي صحي ما لازم يكون عنده وزن معين لانو الواحد لما يكون عنده يكون هو صحي وعم بتطلع حاله على المرأة وكونوا واسق من نفسه ومبسوط بحاله انا هايدي شي اللي بديها مش انو يكون مرسوم رسم هو يكون مرتاح مع حاله لانو كتير من العالم بيقولوا لك اول ما تشوفيهم شو هو وزن المثالي ما فيش اسمه وزن المثالي فيش انتو تكون مرتاحين مع نفسكن تكونوا صحيين وكل شي بالحياة بيمشي الحال لا يعني فكرة انو الواحد بست حتى يكسر بيعمل دايت كتير قوي يومين يمكن بست حتى يحس حال وهيدي كلمة منتشجع انو انا خسرت شي وبدأ ارجع كمان عكافة بداية هل هاشي بتنصحي فيه ولا حسب الشخص وحسب كاركتير وحسب اذا بيمشي معه ولا لا انا شخصيا ما كتير بحب الدايتس الاسين بس اذا واحد كان عامل بلوك ساعتا يمكن بدخله هيدا الديتوكس اللي بيسموه مع انو كتير في عالم بيستفهموا الديتوكس غلط لانو بانهي نحنا نحنا اريدي جسمنا بيعمل ديتوكس منو لحاله انو لس كان في عندهم مشاكل صحية ساعتا الجسم هوني ما بقى بيعمل ديتوكس فاذا انت يعني سوريا انت اذا بديك تاكل نعمل ديتوكس جوسز ادي اعمل دخلي على حالي كالوري تقريبا انشأت حالة 500 لنقول هيدا ال500 كالوري اكيد حتدع فيك بس مش حتدع فيك بصفات حتدع فيك عدل حتدع فيك ماء يمكن هيدا تكون بوستر بس انا ما بقطع على عالم الاكل يمكن بخفف له النشويات بالليل بس ما بعملون هيدا الرجيم الكتير قاسي عن لاز كان عامل واحد بلوك بس ادقيني اغلبة الوقت اذا الواحد كان عم بيتبع نظام اكل صحي وعم بيعمل رياضة ما بقى بيحتاج لانه بكون ما عم بيساعد جسمه يعمل بلوك على حاله اخر نصيحة لايان بتعطي على المشاهدين يلي هلأ عم بيحضرونا واكيدة يلي عم بيزيدوا برجع بقول هيدا التقس بعطيها انو الشخص ما في ريزالت بسرعة يكونوا شوي بيشنط على حالهم ما يفكروا انو كل شي اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة يفكروا انو هن يكرروا لحالهم انو they can do something and they will do it وما حدا يستخف بحاله وما يقارن حاله بحدا لانو ما حدا بيعرف بحياته هذا الشخص شو عم بيعيش رب انه هي كلنا صور ما في الواحد هيك بهذه الطريقة بكون هو عم بيتدمر من حاله بكون عم بيخلي ما حاله يعطي المكسموم طبعه ونصيحة تانية انا هيدا شي مخصة بالرجيم بس حبي واعي كتير عالم لانو بعدنا نحنا بأجواء كورونا انا خالتي من فترة اصيري توفت الله يرحمها وتوفت من ورا كورونا وهي صغيرة عمرة تساوى أربعين سنة الله يرحمها حبيب تسلمي فبدي أقول بليز لكل شخص بعده اخذ كورونا مسحة وما منه متعم ما تاخدوها لعبة لانو عن جد كورونا من اللعبة خالتي اللي مكن بها شي من مريضة صغيرة وتوفت انتبهوا من اللعبة ما تحطوا خطر على حالكن ولا على غيركن لانو هادي هادي مسئولية حياة وموت ليان تانكيو لنصيحة وكمان بدي زيد شي للأشخاص اللي عم بيعتبروها فلو وانه خلص بطل لازم هالأدنى خدها تشكل بدني ايه لأن مشكلة عم بسمعها كتير من أشخاص عم بيظهروا بين الناس مش عم بيحجروا حالهم عم بيعدوا أشخاص ممكن يكون عندهم أمراض ممكن جسمهم يكون أبدا ما بقاوي من الكورونا فبليز عن جد دايما عم نعطي طوعية حول هيدا الموضوع إذا أنتم استلشئين وإذا أنتم اعتبرينها فلو هي يمكن رح تصير وستايم فلو بس أنه في ناس ممكن تكون تعاني يعني الله حامينها بس بني هي أهماش الواحد ليان هون عم نشوف وصول رئيس الجمهورية لكاتدرائية مرمرون بالجنميزة أكيد بعد شوي رح نشارك بوقع ذبيحة الإلهية يلي هي مخصصة لعيد مرمرون بطبيعي نحن رح ننقول القديس فخلينا نختم معك لايان آخر كلمة سوريا قطعت لا مو بأسر أنا هيدا هو اللي بحب أقوله وإن شاء الله يعني الله حامينها بس لازم ناخد ودايما نحبه حالكم يعني لو ما بتحبه حالكم ما بتقدروا تبلش وتغيروا بنفسكم شكرا لايان